من نقطة التحول الكبيرة بالنسبة لنا هو اللي تم إعلانه من خلال رئيس الوزراء يوم الجمعة بخصوص مشروع رأس الحكمة الدكتور فخري فيه رئيس لبنية الخطة والموازنة كان موجود معايا من أسبوعين أو ثلاثة وكان لا يبدو عليه هذا الارتياح البادي عليه اليوم برضو ده نوع من التغيير اللي هو ما قبله وما بعد مش عارف زي كان ده انطباع صحيح ولا لأ أتأكد وصحح برحمة حركة أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك شرفت بيك بشكل بسيط البني آدم العادي دلوقتي يسأل ايه أهم اللي هيحصل بالنسبة لنا احنا ما قبل رأس الحكمة وما بعد رأس الحكمة يعني نقطة التحول زي ما أشرت سيادتك بأنه حقيقة يعني رأس الحكمة وهذه الصفقة التاريخية التي تمت منذ يعني أيام قليلة آه إدت نوع من التفاؤل بين يعني يعني آآ يعني آآ آآ كثيرين من أبناء مصر آآ وصنع القرار كمان لأنه شايف قدامه دلوقتي يعني عنده الرؤية أوضح مما كانت عليه حتى بالرغم من استمرار تدعيات الأزمات ما زالت الأزمات حوالينا مستمرة سواء كانت يعني غزة وباب المندب وسودان وبالتأكيد أنه راس الحكمة مش هي الحل فالأزمات ما زالت مستمرة لكن النهاردة بنجل أنه عنده قدرة على المناورة وشايف يعني القرارات اللي بياخدها يبقى يقدر أنه هو عشان يكمل حل بالضبط يعني يبقى نتكلم على ماذا بعد رأس الحكم فعشان كده بقول يعني الأصل الفوري اللي حصل يعني احنا لسه هنستلم الدفعة الأولى المقدم اللي هو 15 مليار خلال يعني الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله أيا كانت التأسيمة بتاعتها خمسة وعشرة خمسة من الوديعة ومبادلتها بالجنيه المصري مع الجانب الإماراتي وعشرة اللي هي فريش ماني أو يعني سيولة في شرعين إيه 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 حريك قلت التغير الفوري لحصل التغير الفوري بأنه واحد هنجد أنه قدرته على التحمل والمنورة لأنه فيه المضاربين في السوق السوداء مازالوا يعني طبعا حدث لهم خسائر فادحة وبالتالي في هذه الحالة بنجد أنهم بيعني قدرتهم على التحمل يقولك الحكومة يعني كنا قبل يعني قبل رأس الحكمة كنا بنتكلم على أنه حتى تتعامل مع السعر الموازن يعني مع صندوق النقد الدولي كنا بنتكلم على خمسة إلى عشرة مليار قبل تحريك سعر الصرف النهاردة بنتكلم عن خمسة وثلاثين مليار لأي درجة سعر الصرف اللي نزل ده دولتي هو نزل في السوق الموازن بشكل واضح كبير لأي درجة السعر اللي نزل ده أنت حرك بقى بتقولي أنه الحكومة والبنك المركزي بالزبط يبقوا قادرين على الاحتفاظ به في المستوى ده أو أنه ينخفض زيادة عن كده ده أكتر من كده كمان أنه هو ممكن أنه بيسهل على البنك المركزي في اتخاذ قرار تحريك سعر الصرف لأنه الفجوة بتقل الفجوة بين الرسمي والسوق الموازنية قلت لأي درجة بقى إحنا قادرين على وبالتالي دي بتسهله عندما يتفق مع صندوق النقد الدولي في هذه الحالة والحصول على تمويل إضافة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسس تمويل الدولية في هذه الحالة التي تابعة للبنك الدولي إضافة إلى هذه السولة بيجعل البنك المركزي عنده قدرة على المناورة في أنه يبقى نفسه أطول له النفس الطويل مقابل المضاربين في السوق السوداء لما كانت مؤسسات الدولية بتقول إنها والله البنك المركزي والحكومة المصرية هتعمل تغيير مثلا في سعر الشطرف يبقى خمسين وستين جنيه للدولار حرج لاتي بتقولي إن التأديراتها بقى أقل من كده وقدرة البنك إنه يحققها أكبر لا وقدرته على وطول النفس بتاعه يعني بحيث إن المضارب النهاردة لديه زي ما قلنا إن فيه عشرات المليارات خارج الجهاز المصرفي مع مين؟ مع المضاربين سغار المضاربين ودولة أعتقد يعني إنهم عشرات المليارات من الجنيهات؟ من الدولارات يا فنم حرج بتقولي عشرات المليارات من الدولارات؟ من الدولارات خارج الجهاز المصرفي اللي هو عبارة عن يعني بنقول المضاربين طبعا في هذه الحالم لن يضع هذه الأموال اللي هي الدولارات اللي هو بيدارب بيها في هذه لن يضعها في البنوك لأنه فيه يعني الثقة في أنه يستعيدها مرة تانية من البنك طب إمتى أنا أتطمن أنه المسألة ما بقيتش رد فعل نفسي للمشروع لما يتوحد سعر الصر لما عندي بعندي سعر صر في واحد بمعنى آخر لا توجد سوق رسمية ولا سوق سوداء ولكن يوجد سعر صر موحد على المستوى المنخفض اللي احنا بإيه لا احنا لا احنا بنتكلم لسه احنا دلوقتي بنقول المرحلة الأولى ما بعد رسل حكمة طوافر 35 مليار اللي هم عبارة تأسيمتهم كالآتي 24 مليار هو الاستثمار الأساسي 22 أو 24 مليار 24 مليار دول يعني زي ما نقول سيولة يعني حاضرة لدى البنك المركزي يستطيع استخدامها في تلبيت احتياجات المستوردين هو الطلب الحقيقي والصفر وخلافه إضافة إلى تلبيت أو سداد اللي هو أقصات الدين اللي هي على مصر في هذه الحالة هو ايه أكتر حاجة رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عايزها تحصل من الحكومة في الآيام اللي جاي هو اللي أنا شايفه لما نصل إلى اتفاق ما وده يعني فيه يعني احنا بنقترب من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال يعني الأسابيع القليلة القادمة وده أيضا بضخ بجانب الخمسة وثلاثين مليار برضو اللي عاوز أقوله خمسة وثلاثين واربعة وعشرين مليار ده بيدي مناورة للبنك المركزي في أنه هو يتبقى أسهل عليه في اتخاذ قرار تحريك سعر الصرف ومرونة سعر الصرف الحاجة التانية إن فيه 11 مليار لنا ده بالنسبة للموزن عندنا 11 مليار دولار دول مبادلة الودايع الإماراتية في البنك المركزي بالجنيه المصري إن أنا بديهم قيمة هذه الودايع بالجنيه المصري وبالتالي إذا هذه الـ 11 مليار كانت التزامات ودخلة في الدين الخارج المصر إجمال الدين الخارج المصر حتى يونيو سنة 23 سنة اللي فاتت 164.17 للتبسيط للمشاهد 165 مليار دولار لما بص إلى أنه أنا النهاردة علي التزام لطرف الإمارات 11 مليار عندي ودايع بس التزام لازم أردهم له لكن بجدد أنه إنعكاسه كالآتي إنه هو النهاردة لما بديله بالجنيه المصري يبقى هذه الودايع ملك البنك المركزي في هذه الحالة معناها إنه بيتم إسقاط هذه الـ 11 مليار من إجمال الدين الخارج المصر البالغ 165 مليار ده يشكل 7% من إجمال ده طبعا بيحسن طبعا وكالات التصنيف الـ 8 تنظر إليها ده دلوقتي ريح الحكومة وريح المجتمع كله طيب نظبط فن ده لما بص هنا في هذه الحالة هيبقى ملك مين المفروض الـ 11 مليار دول ودايع ليه نحن في هذه الحالة تعادل كمب المصري تعادل 300 يعني لو ضربناها في سعر الصرف اللي هو الرسمي 31 جنيه طلعوا حوالي تقريبا 350 مليار جنيه مصري طبعا أنا عندي العجز في الموزنة في العام اللي هو الحال اللي إحنا فيه عجز الموزنة 848 مليار جنيه ده يعادل كمبهان طبعا العجز ده عايز أن أنا أسدده دكتور محيط دايما في نهاية السنة لازم يسوي هذا العجز فبيقترد سواء اقتراد محلي أو اقتراد خارجي بإذن 848 مليار جنيه عجز الموزنة السنة دي لازم أنه هو يستلف وبالتالي إذا كان عنده 350 الـ 11 مليار دولار دول 350 يعدله بالمصر 350 مليار جنيه مصري يبدأ يشكل إيه تلت العجز في الموزنة وبالتالي إذن هو ممكن ما يقتردش النسبة دي كلها التلت بتاع الـ 848 مليار في هذا وبالتالي يقلل من الفوائد اللي كان هيقتردها لإجمال العجز هيقترد تلتين العجز فقط احتمال إن إحنا نوصل قريب جدا للاتفاق مع الصندوق ننهي الاتفاق مع الصندوق نقفله إيه الفرق مع بين وإنت معك رأس الحكمة ولا ما تفرقش يعني هل يتأثر اتفاقك مع الصندوق بمشروع رأس الحكمة أو مشروعات ممثلة ولا لا بالتأكيد إزاي إزاي النهاردة الصندوق يعني وده يعني سيد جهاد أزعور لهو مدير إدارة الشرق الأوسط وسط في صندوق النقد الدولي بيقول إنه فيه استقلالية ما بين المفاوضات والمناقشات مع الجانب المصر مع الحكومة المصرية والبنك المركزي بعيدا عن رأس الحكمة في هذه يعني ده لن يؤثر يعني بيقول ده حاجة وده حاجة إن دي حاجة وده حاجة مش هيؤثر لكن بنجد إنه هو فيه بالنسبة له إنه مازال متعحد بتمويل إضافي لمصر ما يغيرش التمويل ده لا هو طبعا دي نظرا لدواعي الأزمة في غزة وحاجة ويفضل الأولوية بالنسبة له هو سعر الصرف بالطبع لا حيراجع بقى ما بعد رأس الحكمة بحيث إنه هو حيمول مصر تمويل إضافي وإنه كمان بيقف مع مصر مع مصر مقابل اتحاد الأوروبي ومؤسسة تمويل الدولية لإنه يملو بقية الفجوة تمويلة بعيدا عن بعيدا عن رأس الحكمة لإنه برضو ما ننساش إنه مصر في هذه الحالة يعني الأمر بعد ما نجد إنه سعر الصرف يعني انخفض في السوق السوداء والفجوة انخفضت ده نبرا واحد إسقاط مديونية بـ 11 مليار وده بيدي نوع من هو إيه السعر العادل للدولار دولاي إحنا يعني السعر العادل خلينا نسمع السعر الحقيقي إيه السعر المصري اللي بيعكس إمكانيات الكاملة في الأقصد المصري في الأوقات العادية وليست في أوقات الأزمان في اللحظة اللي احنا فيها طالما توفر هذه السيولة الكافية مع الاتفاق مع صندوق النقد منساش برضو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ده بيخلي إنه قضية الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا أنا مواطن ما يفهمش إصلاحات الهيكلية يفهم أثر العملة دي وقيمتها على حياته طيب تمام احنا بنقول في هذه الحلقة إذا كان هناك تضخم وغلاء إنه ده يضمن للمواطن خلال فترة السنة الـ 12 شهر اللي جايين إنه طالما إنه سعر الدولار سوف يستمر في الانخفاض بسبب إنه راس الحكمة وصندوق النقد الدولي وإنه الصندوق بيبقى بيتابع معايا عملية تحقيق مرونة سعر الصرف بشكل يؤدي إلى توحيد سعر الصرف ثم انخفاضه تدريجيا سعر الصرف لما ينخفض تدريجيا إلى السعر أولا في محطتين المحطة الأولى يصل إلى حالة التوازن بين الطلب والعرض في ظل الظروف الحالية ده يتحقق إمتاح الحالية تصوري بالنسبة للتوازن اللي يتم يعني يبقى في حدود الأربعينات بداية الأربعينات التوازن ده يتم عند الأربعينات يعني الأربعين ما بين الأربعين والخمسة وأربعين ما بين الأربعين والخمسة وأربعين نعم نيجي بقى السعر الحقيقي في الأجل بقى اللي هو يعني نقول في بداية خمسة وعشرين في هذه الحالة عندما تستقر الأمور حتى بالرغم من استمرار تدايات الأزمات اللي حوالينا عندما تستقر الأمور وإتاحة النقد الأجنبي الكافي لسدد الفجوة التاملية السعر الحقيقي احنا بنحسبه بطريقة اللي هي بنسميه سعر الصرف الفعلي الحقيقي مش علاقة الجنيب بالدولار فقط ولكن علاقة الجنيب بعملات الشراكاء التجاريين وده تعلينا كذا مرة بس احنا بشوفنا لش انعكاس على الارض لا احنا بنعمله انا عاوز عرف السعر الحقيقي للجنيب المصري السعر التوازني ده حاجة وتبقى مؤقتة لكن السعر الحقيقي بيبان على الاجل المتوسط خلال سنتين ثلاثة برضو في حدود الاربعينات ولا يعلى عن كده لا التوازن انا قلت ما بين 40 و45 مع رأس الحكمة ومع صندوق النقد الدولي لو انا طبقت هذه المعادلة اللي هو سعر الجنيب المصري مقابل عملات الشراكاء التجاريين المصري سواء كان الدولار او اليورو او اليين او اليوان الصيني او الجنيل السلينة وغيره من العملات شراكاء التجاريين بنعملها بحزبة معينة بنجد انها ونضربها في يعني باخد مثلا السنة دي باخد في الفترة دي مقرن بسنة اساس نفس العملات في سنة مستقرة زي سنة 18 قبل كورونا مثلا ونضربها في مية نجد انه لو طلع مية في المية يبقى السعر الحالي هو السعر الحقيقي لو طلع انه السعر الرقم ده طلعت 80% من ممتصف الاربعينات لا بقول هو المطلوب يبقى السعر المناسب والحقيقي مية في المية الرقم القاسي مية في المية انا بقول المعادلة ده والتطبيق ده موجود بنعمله دايما في صندوق النات دول اللي لما كنا موجودين هناك بنروح الدول بنحسب لهم سعر الصرف الفعلي الحقيقي مش للدولار فقط ولكن لو طلع مية في المية يبقى السعر الحالي وده السعر الحقيقي اللي بيعكس امكانيات لاقتصاد هذه الدولة انا بالنسبة لي لما بعملها بحسبة بسيطة جدا بجد انه هذا الرقم القياسي يوصل حوالي 80% الى 85% معنى كده ان الجنيه مصري مقوم باقل من حقيقته بمعنى لازم ارفع لازم يطلع يعلى يعلى بمقدار الـ 20% الـ 15% طب هو دلوقتي الجنيه المصري يعني انخفض بنسبة كبيرة فانا لما اقول لو هو التوازني خلال فترة 45% ما بين الـ 45% هنقول 45% في هذه الحالة بشيل منه الـ 20% اطلعوا كاما يا فندم او 15% يبقى 6 جنيه شيل 6 جنيه من الـ 5% يتروح في تصوري ما بين 35 جنيه الى 40 جنيه ده ده على المستابل ده على المستابل الـ حدود ده على المستابل الـ الأقع بعد ده في الأجل المتوسط ده مع مع سددك الالتزاماتك مع مع تعاملك مع أعبائك الديون مع كل حاجة مع كل شيء وفي بالرغم من وجود الازمات لو لا هذه الأزمات أو إذا توقفت هذه الأزمات المحيطة في مصر وتدعيتها ممكن أن يكون أقرب إلى 35 نسبة التضخم تبقى بالنسبة لنا كمواطن تقدير الشخصي في هذه الحالة أنه لو يعني الإجراءات اللي خدتها الحكومة والبنك المركزي الحكومة أخذت إجراءات نحو يعني الرقاب على الأسعار بالإضافة إلى سبع سلع والاتفاق مع اللي هما مرب اللحوم والدواجن إلى آخره بيقوموا بجهد جبار في هذه الحالة زادت استمرار البنك المركزي في تشدده النقدي بمعنى آخر رفع سعر الفايدة يستمر ورفع سعر الفايدة 2% من الممكن أنه يستمر في التشدد النقدي بطريقة أو بخرى سواء بسعر الفايدة أو بسعر الفايدة يأدي التضخم أدي بالنسبة لي يسبتي أقول أنه قدامنا 12 شهر ودلوقتي سعر معدل التضخم اللي هو بنسميه الهيدلاين انفليشن لشهر يناير اللي فات 31.2 من 10 اللي يهمني هو رقم القياسي للمواد الغذائية اللي جوه اللي إيه معاشر التضخم سلت سلت الأكل والشرب بالنسبة للمواطن نزل من 70% خلال الثلاث شهور اللي فاتوا إلى أنه الزيادة في الأسعار 43 أو 47% في هذا إحنا يهمنا أنه معدل التضخم ينخفض إلى أن يكون رقم أحادي رقم أحادي بمعنى إيه أنه يبقى رقم أهل من العشرة زي ما كان قبل أهل من العشرة أهل من العشرة حركت تتفصول خلال 12 إلى 18 شهر يعني بقول حركت تقولي أنه ينخفض معدل التضخم الزيادة في الأسعار يبقى فيه تضخم من 30 من 31.18 يناير الفاتح مقرن بيناير اللي قبليه ده الرقم اللي عندنا يعني هو دولتي لو 31% النهاردة حركت تقولي أن يناير التضخم آه زي ما كان موجود فيه لكن ينزل 20% عن الوضع الحالي يعني فاندم أنت قدامك 12 إلى 18 شهر وبالتالي أنا بقول يعني انعكاس ده على المواطن في انخفاض حدة الغلاء والتضخم خلال الفترة اللي هي 12 شهر إلى 18 شهر زي ما كان المواطن ما فوو يعني لا ستينجل ديجيت زي ما أنتم تقولوا يعني اللي هو وان ديجيت انفليشن ريد اللي هو يبقى رقم أحادي اللي هو يبقى في حدود الخمسة في المية إلى ستة في المية زي ما كان موجود قبل ما فوو يعني روسيا الحرب الروسية الأوكرانية في هذه الحالة عشان كده بقول الخمسة في المية المواطن يتحملها يقدر يتحمل زيادة في الأسهار احسن من اللي احنا بنتطلع طبع زيادة في الأسهار خمسة ستة في المية اختلفت من اللي اختلفت اذا كان بياخد زيادة في مرتبه سنوي سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص في هذه الحالة عشرة في المية التضخم بيأكل منها خمسة في المية ستة في المية يتبقى للمواطن شيء كمان رجل الأعمال لما يكون معدل التضخم يكون خمسة ستة في المية يبقى عنده برضو يعني آمل في انه يكون عنده هام الشريك يستطيع الاستمرار والتوسع في اعماله اذا رقم المعتاد للتضخم خمسة يعني في حدود رقم واحد ما بين الواحد الى تتمنى يا رب البنك المركزي بيستهدف معدل تضخم في حتى سنة ستة وعشرين ما بين خمسة زائد او نقص اتنين في المية يعني المعنى آخر تلاتة الى سبعة في المية فاذا حدث الخمسة الى ستة في المية ده الرقم اللي بيستهدفه البنك المركزي ويبقى هذا الغلاء محتمل من قبل المواطن في هذا اللي حريك بيتكلم عنه مستقبل منظورنا تمنى قريب ان شاء الله أنا باشكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور فاخري فيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا